أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني وبخاصة التعليم الصناعي في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة مش هيبقى فيها شرح درس قد ما يبقى فيه تصحيح بعض المفاهيم اللي كلنا ممكن نكون مخطئين فيها عن التعليم الصناعي وخاصة قسم التريكو الآلي والتطريز النهاردة ان شاء الله هنتكلم أو رسالتنا هتبقى موجهة للطلبة خرجين المرحلة الإعدادية اللي حصلوا على المجموع وابتدوا يفكروا في التقديم للمرحلة السنوية طبعا بعد الطلبة احنا لو قسمناهم اللي حصلين على الدرجات فيه منهم اللي حصل على الدرجات العالية اللي تنسيق للتعليم السنوي بكل أنواعه يقدروا يدخلوا أو يختاروا ما بين إذا كان تعليم فني بجمعة خصصاته صناعي أو تجاري أو زراعي أو فندقي أو بين التعليم العام اللي هو التعليم السنوي لأنه جايب مجموع كبير فبرحته جدا حتى برحته يختار المنطقة التعليمية اللي ممكن يروح لها فده اختياره بيبقى هو اللي حاسس بيه عنده مهارة وعايز ينميها فممكن يختار الشيء اللي هو حبه وهنتكلم برضو عن الطالب اللي هو جايب المجموعة المناسب اللي نازل في التنصيق فبالتالي هيوديه قسم أو شعبة من شعب التعليم الفني وهي التعليم الصناعي الطالب ده ممكن يبقى حاسس أنه هو غزبا عنه عشان جايب المجموع بتاع القبول بتاع المرحلة دية فهو قدم لكن هو مش حاسس قدي إيه إن هو هل هو كده دخل صح ويقعد يطلخفين كمان يا سلام لو مجموع يقدر يدخل بيه تجاري أو زراعي أو فندقي أو صناعي فيقعد يبقى متلخبط يخش أنهي ولا ما يخشش ولا يعيد السنة بيقعد يفكر في حاجات كتيرة جدا الرسالة بتاعتنا النهار ده اللي احنا عايزين نوضح فيها النظريات دي هي موجهة لهذا الطالب وموجهة كمان لولي عمر الطالب وكمان للناس المحيطين بالطالب ده لأن في حاجة اسمها تأثير طاقة سلبية بتبقى على الطالب اللي اختار أن يكون مجاله في السنوي هو التعليم الفني بص اللي التعليقات والتلمحات أني إزاي ولأ أنت كده لأ أنت داخل دبلوم هتعمل بيه إيه أنت ليه ما دخل سنوية عامة ويا سلام لو هو جايب مجموع التقديم فقط للتعليم الصناعي هيقعدوا لولو ما أنت اللي غلطان ويهبطوا فيه ويقللوا وعزمته وبالتالي يبقى داخلوا ومش طايق أصلا التعليم ولا طايق حتى التخصص اللي دخل فيه ولكن بالعكس أنت دخلت الحاجة اللي ربنا سبحانه تعالى كاتبها لك ولكن الحاجة دي ما هيش وحش عشان أنت جبت مجموع صغير لا التعليم الفني قدي ما أنت بتحس لا ده أنا كده مش هدخل جامعة ده أنا كده مش هدخل معهد ده أنا كده خلاص زبلوم وخلاص لا التعليم الفني هنا بيعدك لحاجتين مهمين جدا فانت دخل وانت متفائل لأن انت دخلت حاجة كويسة قوي مش عشان أنا في التعليم الصناعي لا هي فعلا دي حقيقة لأن دي تجربة بتاعتي أنا شخصيا أنا أصلا في الإعدادية جبت مجموع ودخلت تعليم صناعي وكان كل اللي حوالي طاقة سلبية وانت كده دخلت تعليم صناعي والكلام ده من زمان قوي مش دلوقتي كمان بعد استحداث الكليات الكتير جدا للتعليم الفني واستحداث المعاهد الكتير جدا بجميع تخصصاتها لا ده كان زمان قوي حاجات قليلة جدا ومع ذلك تحديت نفسي وابتديت إن أنا أذاكر وابتديت إن أنا أجتهد وجيت في سنة ثالثة وكنت تخصص تريقول اللي هو بنتكلم عنه النهاردة وجبت مجموع عالي وقدمت في كلية تربية وحاليا أنا شغالة في فزارة التربية والتعليم يبقى معنى كده إن أنت ليك برضو كليات الركز عيتها بقى يبقى عليك أنت عشان تغير وجهة الناس اللي حواليك وتغير وجهة الناس القريبين منك ده يمكن يكون الأشقاء بيطوعك يقولوا لك أنت كده أنت فين وإحنا فين لا بالعكس أنت هتكتسب مهارة لأن أنت جميع شعب في التعليم الفني بجميع تخصصاته أنا عايز أقولكم أن أنتوا فيها هتلاقي نفسك اكتسبت مهارات كتيرة جدا ما كنتش هتكتسبها لو كنت قدمت في التعليم العام وكمان هتعمل إيه هجيب مجموعة عالية في سنة ثالثة قدامي الجميع الكليات كتيرة جدا جدا متاحة للتعليم الصناعي وللتعليم الفني مش كده وبس ومعاهد كمان حكومية ما هيش خاصة وبس والحكومي والخاص اللي اتنين مفتوحين بيك الرك إن أنت تاخد طاقة إيجابية وتقول لا أنا دخلت المجال اللي هقدر أحقق فيه مهارتي حتى لو كان مجموعي هو اللي وداني لا أنا هكمل وهزبط نفسي وهجيب مجموع في سنة ثالثة ولو أنا من الناس اللي غوية هتكمل في الجامعة أو في المعهد هتكمل ولو أنا من الناس اللي اكتسبت مهارة كويسة تؤهني لسوء العمل هشتغل وأعمل مشروع صناعي صغير ودي بسهولة جدا يبقى أنا دلوقتي مش هسمع لأي كلام لطاقة سلبية حوالي أنا لما التحقت بالتعليم الصناعي أنا عملت الطريق الصحيح وإن شاء الله في سنة ثالثة هجيب المجموع اللي يأهني لإن أنا أدخل الكلية اللي أنا محتاجها طبعا في التعليم الصناعي فيه تخصصات كتيرة جدا فيه تخصصات ملابس فيه تخصصات ريكو فيه تخصصات جلود فيه تباع فيه إلكترونيات فيه زغرفة ما أكمي من التخصصات الكتير جدا اللي تقدر تتخير فيها طب لو أنا قدمت في المدرسة واختارت فعلا فيه ورقة رغبات أنت بتقوم بكتابتها أثناء التقديم ولكن لقيت نفسي مش في التخصص اللي أنا موجود فيه لإني فيه حاجة اسمها تنصيك داخلي برضو مفيش يأس لا بالعكس خلاص يبقى التخصص ده أنا هشتغل فيه كويس قوي على نفسي وهكتهد فيه كويس قوي ولو أنا عايز أكمل جامعة هشتغل فيه جامد على أن يجيب درجات عالية ده فيه أكتر من كده كمان طاقة إيجابية ده أنت حتى لو أي ظروف كانت حصلت وجبت مجموع بسيط أنت ممكن تدخل معهد والمعاهد المتوفرة كتير جدا وتكتاز الصف الأول والصف الثاني بامتياز وتلاقي نفسك برضو ممكن تلتحك بالجامعة يبقى أنا الفرصة متاحة عندي أنا موقفتش عندي حاجة معينة لا ده رب نصحه وتعالى كمان عامل لي حاجات أن أنا لو توقفت عندها أنا عندي استعداد أن أنا كمان إيه أكمل تمام إيه كمان أن أنا هيبقى عندي قدرة أن أنا أكتسب مهارة في بعضنا من الطلبة في بعض الطلبة ما بيبقاش واخد باله أنه عنده نقاط قوة جميلة جدا أنه يعني عنده مهارة هو مش واخد باله منها أثناء المذاكرة والامتحانات ما خدش باله من المهارة دي بعكس طالب تاني بيبقى عنده مهارة الرسم مهارة الألوان مهارة التركيب مهارة أنه هو يشوف عربية فيقدر يشغلها فيقدر يصمم فيها حاجة فيقدر إلى آخره فيه مهارات بيبقى فيه طالب قادر منه هو صغير يكتشفها وفيه طلاب ما بيبقاش عارفين نقاط قوتهم ولا دوافعهم ولا مهارتهم فلما بيلتحك بالتعليم الفني بيلاقي نفسه إيه ده ده التخصص اللي دخلته فيه مهارتي اللي أنا بحبها ده مش كده بس ده أنا أجدت فيها ده أنا كمان كنت من الناس الشطرة ده أنا كمان بقف على المكان كتير ده أنا كمان بنتج أما يخلص الدبلوم لو ما كملش نتيجة لظروف ما ممكن تكون موجودة يقدر يعمل مشروع صناعي صغير لأنه اكتشف أثناء دراسته في التعليم الفني وخاصة التعليم الصناعي اكتشف أنه كان عنده مهارة هو غافل عنها ما يعرفهاش ولكن لما دخل واشتغل لأن احنا عندنا في التعليم الصناعي حاجة ميزة كويسة جدا كمان إيه هي إن أنا عندي جزئين أنا باخد جزء نظري عشان أنم من ناحية العلمية وباخد جزء عملي عشان أنم من ناحية العملية يعني مثلا لو جيت أتكلم عن تخصص التريكو التخصص ده أي حد يقول لا أنا مش عايز أدخل تريكو أنا عايز أدخل زغرافة أنا عايز أدخل إيه التريكو ده لا كل متخيل إنك لما هتدخل التخصص التريكو ده إيه الكل اللي هتتعلمه إبريتين هتروح تشتغل بيهم لا طبعا التخصص اسمه إيه تريكو آلي يعني أنت هتشتغل على مكان يعني أنت هتتعرف على مكان جديد من سنة أولى بتدرس كل المكان اللي ممكن يقف أصادك اللي موجود في سوق العمل فأنت بتشتغل آليا مش يدويا ده مش كده وبس أنت بتتعلم كمان إزاي تطرس ده فيه ناس عملت مشاريع كتيرة بعد الدبلوم ما قدرتش تكمل لظروف ما هي تعرضت لها أو ظروف مادية مش قادر يكمل لكن هو عمل مشروع صناعي صغير بمكان التريكو واحدة حديثة إنت تقدر والأسعار بتعيدها في متناول الإيد ومتيسرة جدا مشروع رأس ماله بسيط جدا تقدر تعمله وتقدر بمكان التريكو واحدة تنتج وتبتدي تسوق لإنتاجك ده وكمان تشتغل وتبص تلاقي بقى عندك رأس مال إنك تكبر مشروعك ده بمكانة تانية تزود عليها مكان أوفر تزود عليها مكان التركيب عراوي وزراير تبص تلاقي المشروع كبير يبقى أنا هنا ما نش داخل أتعلم بإبرة وبفتلة لأ أنا داخل أقف على مكان آلي والكلام ده مش في التخصص تريكو بس أي تخصص بتدخله في المجال الصناعي بتتعلم فيه في مجال عملي ومجال نظري يعني أنت بتخش الورشة عندك حصص عملية في أثناء العام الدراسي وأثناء الأسبوع الدراسي بتاعك بتخش تتدرب على كل الأدوات اللي أنت بتاخدها في النظري يدويا يعني أنت بتكتسب مهارة صحي مش هتبقى زي مهارة اللي شغال في مصنع مثلا لأنه عنده الخبرة ولكن أنت عندك أساسيات المهارة اللي تقدر بعد كده تدخل أي مجال في سوق العمل وتتعين وتعد تكتسب بقى المهارة اللي هي بتاعت مهارة الممارسة يعني أنت خدت أساسيات المهارة اليدوية بتاعتك على مكان آلي فأنت بتبتدي بقى تخش على مجال العمل بتعمل إيه بتكتسب الخبرة الموجودة يبقى عندك المهارة الأولية أسقلتها بالخبرة بتاعت العمل يبقى أنا معنى كده لما أدخل التعليم الصناعي أو بالأخص لما أدخل تخصص التركو أبقى أنا حاس أن أنا فعلا كده أنجزت شيء مهم جدا وهو أن أنا هبتدي أتعرف على مهارة أو مهنة جديدة المهنة دي ممكن بعدها أكمل في الجامعة أو أني بعدها أبتدي أفتح مشروع صغير ده مش كده وبس أثناء العام الدراسي بتاعت أو اللي هي سنة أولة وسنة تانية وسنة تالتة في سنة تالتة وانت لسه في الامتحان الشركات بتنزل تنزل إعلانات بتوزعها أثناء امتحانات الدبلوم اللي هي الصف الثالث علشان الطلب اللي حابين يلتحقوا بعد النتيجة متبان وده شيء مهم جدا ما بيحصلش في أي تعليم تاني هو توفير فرص العمل أثناء العام الدراسي أو أثناء ما أنت بتمتحن ولسه حتى النتيجة بتاعتك ما بنتش طب تمام قوي إيه كمان من الإيجابيات بتاعت التعليم الصناعي بتاعي لو دخلت فيه وما حسش بالسلبية تجاه ده أن أنت لما بتكتسب مهارة بتقدر تنميها بالمذاكرة ومش كده وبس أنت كمان بتبصت لقي نفسك دخلت الجامعة زيك زي التعليم العام بالزبط واكتهت ده أنت ممكن كمان كل الكليات المتاحة لك في التعليم الصناعي بتقدر تخشها بالمجموع بتاعك عادة كلية هندسة فرصتك فيها أنك تعمل معادلة يعني كمان ليه في كلية هندسة بالزبط لو قدرت تعمل المعادلة بتاعتك وتنجح فيها إن شاء الله تقدر تخش كلية هندسة يبقى أنا كده أكسبت نفسي طاقة إيجابية لأني ابتديت أفهم أن المفهوم اللي واخده كثيرا من الناس أو أغلبية الناس لأ ده مفهوم خاطئ لأ بالعكس الرق عليك أنت الرق أن أنت تكتهد أنت دائما وأبدا تبص أنت عندك هدف مش كل مرحلة حسيت أنت ما عملتش اللي أنت عايزه فأنت كده خلاص انتهيت لا اعمل مرحلة جديدة بهدف جديد بتفكير جديد هتلاقي نفسك كأنك ما خسرتش أي شيء بالعكس أنت كسب وبعدين دي مش كلها كلام لا ده فيه تجارب يعني أنا في نفس المرحلة اللي كنت فيها في التعليم الفني في تخصص التريكو أنا جبت مجموع قدمت في كلية تربية كان معايا زميلة تانية مقدمة معايا وفي نفس التوقيت عملت معابلة ونجحت ودخلت كلية هندسة يبقى أنا عندي هنا فرصة كبيرة جدا الرقع على مين عليك أنت ولا تكتسب طاقة سلبية من اللي حواليك اتعلم لما تلاقي طاقة سلبية هترجعك لورا انساها ما تفكرش فيها فكر أن انت كده ماشي برضو في طريق صح حدد هدف هتلاقي اللي انت دخلت فيه ده لأ شيء كويس جدا النهاردة هتكلم عن التخصص وهو تخصص تريكو الآلي والتطريز زي ما اتفقنا لما هتخش تخصص تريكو انت مش داخل عشان تتعلم بإبرة كوروشيه أو إبرتين تريكو ممكن كنت تعلمهم في البيت لا انت داخل عشان تتعلم آليا تتعرف على معدات آلية هتقف تعرف ازاي تطلع بلوفر فستان قطعة قماش ايا كانت من القطع اللي احنا بنستخدمها بس عن طريق المكنة بدليل ان انا في اولة وفي تانية وفي تالتة عندي منهج معدات انا بقوم في المنهج ده بدراسة جميع مكن تريكو من اول ما ابتدى لغاية ما انتهينا مش بس في مجال ان انا انتك بس بلوفر أو بلوزة لا ده كمان التطور بتاع المكن ده من المكن العادي للمكن النصي اوتوماتيك للمكن الجقار لمكن الجوارب ايه ده ايه الحاجات دي كلها طبعا انت داخل تتعلم على الماكينات مش داخل تتعلم يدوي انت داخل تقف على مكنة تتعلم كل تفاصيلها يعني كمان انا بكسبك مهارة ان انت تتعرف على مكن مهم جدا ليك بشكل ده انا ربطك بسوء العمل لما تجي تخرج وعايز تروح اي مجال هتلاقي البيبان كلها متفتحها لك لان العمال اليدوية اللي هي الخاصة بالتعليم الصناعي وخاصة ان انت اسقلتها بتعليمك للامواد او المعدات الالية فانت بيترحب بيك جدا وبتبتدي تشتغل وتكتسب مهارة الخبرة في ممارسة العمل احنا كلنا عارفين ان اي دراسة ما بتسقلش او ما بعرفش استفاد منها الا لما بشتغل وابتدي ان انا ايه امارسها يبقى انا دلوقتي عرفت اني تخصص ريكو ما هواش بس مجرد ان انا داخل لا دا انا بتعرف على الات ومعدات مش كده وبس يجي مثلا طالب دخل تخصص ريكو يقول لا انا كن نفسي اولى ان انا مهارات هو عارف ان هو بيعرف يرسم او بيعرف يلون لا استنى انت عندك في التخصص دا حاجة جميلة جدا ايه هي اول حاجة التخصص دا موجود فيه انا بحسه انه شامل شامل ليه انت عندك مادة معدات بتتعرف على الات جديدة انت ما كنتش تعرفها فلو عندك مهارة التركيب والتشغيل وتعريف الاجزاء هتقدر تعرفها انت عندك مادة اسمها خاماتة انت هنا هتكتسب مهارة التمييز بين الخامات وبعضها انت هتقدر تعرف ايه هي الملابس اللي ممكن لبسها في الصيف والملابس اللي ممكن لبسها في الشتاء الملابس اللي ممكن تمشي معايا لو الانسان دا مثلا مريض عنده حساسية عنده يبقى انا كمان خدت مهارة تانية دا انت عندك كمان مادة تانية اسمها رسم فني المادة دي بتخش جواها بقى برحتك عايز لعمل تصميمات زغروفية لو انت قادر ان انت تشتغل وتعمل تصميمات زغروفية وبتعرف ترسم هتلاقي نفسك بتمارس المهارة دية مش كده وبس وتبتدي تتعرف كمان على الألوان عندك حتى مادة الحاسب الآلي اللي ممكن طولاً عايزة أخش قسم كذا عشان أقعد لا إنت عندك مادة الحاسب الآلي هتقدر تاض وهتقدر تتعلم البرامج المهمة اللي موجودة عندنا على الحاسب الآلي وعندك كمان مادة مهمة جداً اسمها التراكيب النسجية انت تقدر وانت رايح تشتري أماشا أو رايح تشتري أي قطعة هتلبسها تقدر عن أي حد واقف معاك تميز في المنسوج في اتجاه الخطوط وهكذا يبقى أنا هنا التخصص مليان عندي متشبع مش كده وبس وأقدر كمان عن طريق التركيز والمذاكرة أجيب فيه مجموع طب هل حد قبل كده سبقني وجبء فعلاً فيك بنات كتير وفيه طلبة كتير جابوا مجموع ودخلوا كليات عن طريق هذا التخصص يبقى أنا زي ما قلنا كل تركيزي على نفسي اني أنا اللي بحدد لنفسي ان كنت أقف في حتة معينة أو أكمل دائماً وأبداً نتعلم اني لما يسقط منه هدف نعمل هدف جديد علشان نقدر نوصله ونكتسب وندن نفسنا طاقة إيجابية لما اجتكلم عن تخصص التريق والآلي والتطريز هنقول أول حاجة مقدمة عن هذا التخصص انه هو يعتبر أول حاجة ابتدى بيها هو التريق اليدوي وده من أقدم الفنون اللي بيرجع تاريخها إلى عهود ما قبل الميلاد يعني من أيام كدماء المصريين اتواجد بعض القطع وليكن مثلاً جورب أو اللغة العامية بتاعتنا شراب كده معمول بطريقة معينة وجده عند قدماء المصريين ولكنه مش موجود عندنا في المتاحف هنا هو موجود في متاحف خارجية طبعاً وجده من منتجات في مقابر المصريين من نمازج التريقو التي عسر عليها قديماً قطع صغيرة من الصوف مصنوعة بطريقة التريقو وده عسر عليها في بعض الأماكن زي مدينة الفستات ما شاء ما بعد الأقمشة المنتجة بطريقة التريقو إيه كمان؟ يعتبر عام 1589 هو بداية المعرفة الصناعية بالنسبة للتريقو لأنه ابتدت تظهر عندي أول مكان التريقو قالي يعني الأول كان التريقو يدوي لا أنا ابتدت تظهر عندي أول مكان التريقو قالي ويرجع الفضل ده للمكتشف اللي اكتشف أو صمم أول مكان عندنا اللي هي مكان التريقو اللي هو الإنجليزي ويليام ليئز أنه أول من اخترع مكان التريقو الآلي وكانت المكناة دي عبارة عن هيكل خارجي مستطيل مصنوع من الخشب يحتوي على عدد قليل من الإبر ما يتعداش 8 إبر وده كانت البداية وكان في التوقيت ده ده طبعا إنجاز كبير جدا أن يبقى فيه عندي مكناة تريقو آلي طبعا بعد كده في سنة 1775 اخترع مكان التريقو السداء بوسط العالم كران يبقى أنا عندي هنا ابتدت يتم اختراع المكان الآلي علشان أطور صناعة التريقو بتاعتي بس كان كل مادة بيضيف عليها بعض التعديلات المختلفة عشان تناسب التطور التكنولوجي اللي أنا فيه طبعا ده شكل مكان التريقو الموجودة حاليا ودي أبسط مكان التريقو موجودة المكناة دي أنا جايباها علشان أورها لكم إن هي إن أنا ممكن بعد انتهاء الفترة بتاعت الدراسة اللي هي صف الأول والصف الثاني والصف الثالث أنا ممكن أعمل مشروع صناعي صغير بمكناة زي دي المكناة دي أنا لو جبتها وبتديت أشتغل عليها هقدر أعمل إنتاج عليها وأقدر أعمل منتج زي بلوفر يعني فيه بعض مكان التريقو بينتج في الساعة بلوفر طبعا ده شيء كويس جدا ومش كده وبس أنا أقدر أسوق للمنتج بتاعي كمان وأبتدي ألفها على المحلات وفيه ناس لما بتعمل مشروع صناعي صغير زي ده تبتدي تبص على الأرايب ليها يعني أقرب الناس دي فبتعرض عليهم المنتجات بتاعتهم وبالتدريق ده بيقول لي ده وده بيقول لي ده أبص لا أنا عملت تصويق جيد جدا لمنتجي ابتديت كمان السيرة أو السمعة الطيبة دي توصل للمحلات اللي موجودة في إطار منطقتي وبعد كده في إطار المحافظة اللي أنا فيها وبالتالي المشروع الصناعي الصغير اللي ممكن أعمله من تخصص التريكو سهل جدا تكاليفه قليلة قوي بما كانت واحدة أقدر أن أنا أقوم بي يبقى هذا المشروع لو أنا عملت مشروع صناعي صغير بعد الدبلوم في تخصص التريكو قادر على تغطية كفة تكاليفه كما أنه قادر على تحقيق صافي أرباح يصل إلى 100% من رأس المال المستثمر خلال فصل الشتاء فقط وإحنا عندنا ميزة دلوقتي إن أنا دلوقتي بقيت أستخدم أقمش تريكو صيف وشتاء يعني ما بقاش بس قاصر على إن أنا بستخدمه في الشتاء عشان يدفيني لا بقى فيه أنواع منه موجودة كمان في الصيف وفيه الخريف طبعا ببتدي أسوق المنتج بتاعي لو أنا فتحت مشروع صناعي صغير عن طريق الزملاء الأصدقاء المعارف وبأسعار كمان يا سلام لو كانت رمزية على الأقل تغطي التكاليف الإنتاجية وده بيبقى في الأول فقط لغير علشان أعرف أراءهم ولما بلاقي أن المنتج بتاعي ابتدى يعمل رواق كويس أبتدي بعد كده أروج لي خارج نطاق المعارف والقرايب وبالتالي هبص ألاقي إن أنا عملت إيه؟ عملت مشروع وكل رأس ماله كانت مكنة تريكو واحدة إيه هي سخدمات مكنات التريكو؟ إحنا قلنا إن إحنا أكتر حاجة أو أكتر مفهوم منطبق عندنا إن أنا مصنع التريكو ده أو شغل التريكو ده أنا باستفاد منه في الشتاء فقط لغير لأ طبعا أنا باستفاد منه في الشتاء صحيح لملابس الرجالي ملابس الحريمي ملابس الأطفال ده كمان بتعمل منه بعض المفارش للأسرة وبعض المفارش للصفرة أو للترابيزة اللي موجودة عندنا يبقى معنا كده إن أنا باستخدمه للملابس الرجالي والملابس الحريمي وفيه منه كمان إن أنا ممكن أنتج ملابس التريكو الصيفية ودي زي ما إحنا شايفين ده بعض النمازج اللي ممكن ينتج من تخصص التريكو أو ملابس التريكو في الصيف كمان وفيه الخريف تمام إيه هي أهم المواد بقى أنا دخلت دلوقتي خلاص تخصص تريكو وخلاص أنا قلت إن أنا هكتسب مهارة كويسة وكمان إن أنا على آخر السنة اللي هي السنة الثالثة هبتدي إن أنا أعمل يا إما أجيب مجموع وأكمل في الجامعة يا إما أعمل مشروع صناعي صغيرة أهم المواد اللي موجودة عندك داخل تخصص تريكو أول حاجة عندي هي مادة الخامات ودي مادة مهمة جداً وعندي مادة معدات وعندي مادة رسم فني وعندي مادة حاسب آلي عندي مادة كمان تركيب وفيه مادة تانية مهمة جداً اسمها مادة الأمن الصناعي يبقى دي المواد اللي موجودة عندي وبتسمى داخل المدارس مواد التخصص لأن أنا عندي مجموعة من المواد التخصصية اللي بقوا مدرسها اللي أنا بدرسها ومجموعة من المواد الثقافية اللي أنا برضو بدرسها المواد التخصصية عندي أول حاجة مادة الخامات والمادة التانية هي مادة المعدات المادة التالتة هي مادة التراكيب النسجية وبعدين مادة الرسم الفني للناس اللي عندها هواية الرسم والألوان عندي بعد كده مادة الأمن الصناعي ثم مادة الحاسب الآلي تعالوا نتكلم أول حاجة عندي عن مادة الخامات ولما اجا تكلم عن مادة الخامات احنا طبعا عارفين أن في أي مادة في أي سنة دراسية بيبقى موجودة عندي ترمة أول وترمة تاني فأنا عندي في مادة الخامات دي انت هنا هتكتسب مهارة مهمة جدا لأن المادة دي مهمة أوي انت ممكن تبقى بتشتري مجموعة من الأقمشة وانت منتش عارف يالقمشة دي نوعها إيه هي القمشة دي هتنتص السوائل هي القمشة دي درجة لمعانها عالية ولا درجة لمعانها قليلة ما انتش عارف طب هي تناسب السيف تناسب الشتاء طب هي تناسب الخريف طب أنا دلوقتي أختارها على أي أساس طب أنا صراحة أشتريها يبقى أنا هنا أستخدرها أعمل إيه هدرس مادة مهمة جدا هي مادة الخامات وفي المادة دي أول ما بنبتدي معاك في الترمة الأول بنعرفك عن التقسيم العام لكل الألياف وإحنا دلوقتي بنعمل إيه؟ إحنا بناخد فكرة عن هذه المواد فكرة عامة إحنا إن شاء الله مع بداية العام الدراسي هنبتدي نشرح إن شاء الله بإذن الله المواد دي ونقوم بشرحها زي السنين السابقة وطب إحنا موجود عندنا القناة بتاعتنا على الرابط بتاعنا الموجود على قناة اليوتيوب وتقدر إن إنت تخش وتشوف الحلقات السابقة وإن شاء الله يكون في استفادة عالية فلما نتكلم عن مادة الخامات هو هنا بيعمل معي إيه؟ هو هنا بيعرفني عن التقسيم العام للألياف يعني كمان حيقسم لي ويديني مهارة إن أنا أقدر أميز بين الألياف وبعضها لأنه هو هنا هيقول لي تعالى إنت ده مش كل الألياف زي بعضها أنا عندي خامات طبيعية عندي خامات كيميائية الخامات الطبيعية مش كلها زي بعض شوف قد إيه المهارات اللي أنا عمالة اكتسبها ده مهارات كتيرة جدا إزاي إن أنا عمالة اكتسب مجموعة من المهارات أولا طب يعني إيه خامات طبيعية؟ يعني خامات موجودة جوه الطبيعة وفي منها النباتي وفي منها الحيواني وفي منها المعدني هتبص تلاقي أفاق المعارف عندك ابتدت تتفتح إيه ده؟ يعني فيه ألياف كتيرة قودة من ده أنا كنت تفاكر إن أنا هروح أشتري قميس وامسكه ده الأعضة طريدة كويس لا إنت بعد ما هتتعلم الخامات دي هتبقى أو إنت رايح تشتري أي قطعة هتمسكها بالملمس أو بالنظر هتقدر تبقى عارف دي مفيدة ليك مناسبة ليك وتمنها مناسب ليها ولا لا فلما باجأتكلم عن التقسيم العام للألياف داخل الخامات ده بيقسبني مهارة إيه؟ إن أنا أعرف إن أنا عندي مجموعة من الألياف منها الألياف الطبيعية النباتية والألياف الطبيعية الحيوانية والألياف الطبيعية اللي هي إيه؟ اللي هي المعدنية طب هي الألياف الطبيعية النباتية اللي هي زي إيه؟ عندك كل حاجة تنبت من الأرض ينفع أننا نستخدمها ممكن في الملابس وفي بعض النباتات للعلم أو الألياف اللي ممكن نستخدمها في الورق أو ممكن نستخدمها في صنوعة الأجولة أو الحبال أو الشباك بتاعت الصيد طيب هي زي الأطن ودي ألياف نباتية بزرية زي الكتان ألياف نباتية تيلية وكلنا عارفين الأطن وكلنا عارفين الكتان أثناء العام الدراسي هتلاقي نفسك بتدرس الأطن ده بكل ما يحتوي من تعريف ومن خواص طبيعية خواص كيميائية مش كده وبس طرق التعرف عليه إزاي إن أنا أقدر أصنعه إزاي إن أنا كمان أقدر استخدمه في إيه وإيه الاستعمالات المهمة اللي ليه وتعرف عليه إزاي وميزه ما بين خامة وخامة بعدها بنعرف بنتعرف على خامة الكتان وإزاي إن أنا أقدر أعرف خامة إن الكتان دي موجودة من إمتى وإيه إزاي تواجدت ولما بيتم حصادها إزاي بيتم صناعتها وإيه الحاجات اللي ممكن أستخدمها في الصناعة وأتعرف عليها إزاي وبعد كده بخش على الخامات الطبيعية الحيوانية وهنا عندي الحيوانية في منها الشعيرات زي الصوف والشعيرات الرقيقة زي المهير والكشمير وفي منها الخامات اللي بيتم إفرازها زي دودة الأز يبقى أنا دلوقتي بعرف كمان وبكتسب مهارة إن نقدر أقسم بين الألياف وبعضها دي كل اللي أنا قلته دي هي ألياف إيه؟ ألياف طبيعية قدرت إن أنا أتعرف عليها يعني لو جيت مثلا لخامة القطن أنا بقول أول حاجة عندي في خامة القطن هي طريقة زراعتها وطريقة الحصول عليها أنا لما باجي أحصل على خامة القطن بحصلها وهي مزروعة داخل إيه؟ داخل الأرض الزراعية وبيتم جانيها وبتتحول لبلات وبعد كده بتتاخد إلى المصانع يتعمل لها عملية حلق وبعد عملية الحاج بتتحول إلى شعيرات لإني فصلت البزرة عن الشعيرة وبعد كده بتتحول في عملية الغزل إلى خيوط وبعد كده بعد عملية الغزل بتتحول عن طريق عملية النسيج إلى أقمشة إيه الأفاق وإيه المهارات اللي أنا عمال أتعلمها دي؟ ده لسه ده عندي الخامة اللي بعد كده كمان وهي خامة الصوف لو جيت أنا دلوقتي أتكلم عن أدي خامة القطن هي قدامنا تمام؟ ودي كلها شعيرات صلاحة بيمكن تقسمها طبعا زي ما قلنا إلى ألياف نباتية زي ما احنا شايفين كده ودي الألياف النباتية دي اللي بيطلق عليها الألياف السلولوزية وبيتم تقسمها إلى أربع أقسام رئيسية اللي هي الألياف النباتية أول حاجة هي نبات القطن زي ما احنا شايفينه كده معانا عندي ألياف لحقية زي الكتان والجوت عندي ألياف ورقية يعني فيه كمان ألياف الأوراق فيه عندي ألياف بتيجي زي ألياف جس الهند ودي اسمها ألياف الكشرة الخارجية يبقى أنا عندي كده مجموعة من الألياف أنا باستفاد منها في الألياف الطبيعية النباتية أجي بعد كده أشوف بقى خامت ايه كمان بعد كده الكتان وإحنا قلنا دلوقتي إن أنا أثناء دراستي للكتان أنا بتعرف على الدول المنتجة ليه بتعرف على الخواص الطبيعية ليه بتعرف على الخواص الكيميائية للكتان بتعرف على استعمالاته وبتعرف كمان إن إزاي أفرق بين الكتان والقطني مثلا إزاي أفرق بين شعارة الكتان والصوف مثلا طيب زي إيه مثلا إيه هي شكل الكتان عندي وإزاي إن أنا أدي كده هنتعرف دلوقتي على خامة الكتان إحنا كلنا عارفين إن خامة الكتان دي بأول بدايتها كانت مع قدماء المصريين إحنا كل ما بنكتشف مميا بلاقيها ملفوفة عن طريق بخامة الكتان بلاقيها ملفوفة بخامة الكتان وده ليش معنى خامة الكتان لإنه عنده قدرة على تحمل عوامل الرطوبة بيمتص السوائل وقدرة كبيرة جدا على الاستمرار ما بيتأثرش بالعفن وبالتالي كانت قدماء المصريون بيقوموا بلف المميات بيه وزي ما إحنا شايفين كده هو تاني خامة يلي خامة القطن وزي ما إحنا شايفين هي خامات بتعتبر منسوجات متفتحة يعني هنلاقي إن الخطوط العرضية الطولية والعرضية متفتحة عن بعض ولزانك هي ألياف خفيفة يجرع عليها بعض العمليات علشان تتحول إلى خيوط في منها ألياف طويلة تمام ودي بتستخدم في الأقمشة وخاصة لملابس الرجالي والحريمي وفي منها الألياف القصيرة التيلة ودي بتستخدم في تصنيع الحبال زي ما قلنا والأجولة أو الشولة والحاجات اللي بتستخدم فيها الألياف القشنة عندي بعد كده كمان في مادة الخامات انت بتتعرف على ألياف الصوف وهنا ألياف الصوف هتتعرف برضو فيه هو الصوف ده بيجي ازاي بيتم الحصول عليه ازاي ايه هي أنواعه ايه هي الخراف اللي احنا بنحصل عليها أنواعها وأنهي أحسن نوع وأجود نوع كل دي مهارات انت بتكسبها في مادة الخامات أثناء ما انت بتدرس في الصف الأول والصف الثاني لأن دي مادة من المواد اللي بتطلع معاك صف أول وصف تاني لأنها مادة أساسية وفي خلال الصف الأول والصف الثاني انت بتقدر تحصل على هذه المادة كاملة اللي تؤهلك لسوق العمل تمام لأن احنا عندنا في سنة تلتة ان شاء الله لما نيجي ندرس مادة التخطيط هنلاقي ان احنا بنتكلم عن مواصفات شاغل وظيفة فن التريكو فأول حاجة بتطلب منه ان يكون قادر على على ايه؟ أول حاجة انه يميز بين الخامات وبعضها ان يعرف العيوب بتاعة الخامات ان يعرف أنواع الخامات المختلفة ان يقدر يعرف استخدامات الخامات المختلفة يبقى انا مادة الخامات بتطلع معي اقوله وتانية عشان تأهني في سنة تلتة الى سوق العمل طبعا عندي الصوف هنا بتعرف على خواصه الطبيعية وخواصه كيميائية مراحل غزله الدول المنتجة ليه اتعرف على الخامة ازاي وطبعا هنكلم عن طرق التعرف عن الخامة زي ما احنا شايفين كده ده فيديو بيبين لي انا ازاي بحصل على خامة الصوف زي ما احنا شايفين بيتم الحصول عن طريق الخرافة اللي موجودة عندي وبيتم عن طريق جز الالياف وطبعا عندي انواع لجز السوف من على الخراف لان فيه انواع اصلا كمان للخراف وطبعا انا بيتم الحصول من عليها من على خامة الصوف وفيه عندي بحصل على المهير والكشمير من خلال الابل او الماعز وعندي بعد كده الياف افرازية اللي بحصل عليها من ضد الاز وده كله بيندرك تحت الخامات الحيوانية يبقى انا عندي الخامات الحيوانية هي الخامات اللي بتبقى شعيرية يعني نتجة عن طريق الشعيرات الموجودة على الخرفان زي مثلا الصوف وزي المهير وزي الكشمير وعندي من الخامات الحيوانية اللي بتتعرف عليها داخل هذا التخصص هي خامة الحرير ولكن احنا هنا الحرير عندي هي مادة افرازية بتفرزها دودة القز وهي بتقوم بإفراز مادة المادة دي بعد كده بتكون شرنقة وبيتم بعد كده فكها وتحليل الخيوط من بعضها من المادة السمغية الملتصقة مع بعضها ويتم تحولها الى امشت الحرير يبقى الحرير بعد كده عندي هعرف برضو الدول المنتجة ليه هعرف خواصه الطبيعية وخواصه كيميائية طرق التعرف عليه هنشغل دلوقتي ونشوف دودة القز ازاي ان هي منها بنحصل على الحرير الطبيعي زي ما احنا كلنا شايفين كده دي دودة القز بتحاول ان هي تفرز الخيوط الحريرية اللي بتكون حواليها نوع من الشرنقة وبيطلق على الحرير الطبيعي هو ملك الاقمشة بسبب بريقه الطبيعي اللي بيتوفر في قليل جدا من الالياف الاخرى وطبعا هو من الالياف الافرازية اللي بتصنع من شرانق دودة القز وبعد كده بيتم تجمعها وبتتحول الى شعيرات وبعد ما بتتحول الى شعيرات بيتم بتحولها الى اقمشة تتميز بالمرونة العالية ده غير انها بتكسب الجسم الدفء بصورة اكبر من الملابس المصنوعة من القطن او الكتان او الحرير الصناعي طبعا الحرير الصناعي اللي هو رين والفسكوز وهناخده بعد كده يبقى انا عندي دلوقتي انا بدرس خامة بدرس مادة الخامات في مادة الخامات في الترم الاول بتعرف على الشعيرات الطبيعية وقلنا شعيرات الطبيعية في منها نباتي وفي منها حيواني كمان في عندي من الخامات الطبيعية الخامات او الالياف المعدنية ودي بتنتج من الالياف المعدنية زي اسلاك الزهب والفضة وبتنتج كمان من الالياف اللي هي الياف لسبوستوس ودي خامة بتستخدم في ملابس الادفاء لانها عندها تحمل لدرجة الحرارة العالية جدا يبقى انا دي اسمها الالياف الطبيعية باجي بعد كده في الترمي التاني بدرس حاجة اسمها الالياف الصناعية احنا اتفقنا ان الخامات دي بتعرف على الياف الطبيعية والالياف الصناعية طب ايه هي الالياف الصناعية الالياف الصناعية هنا انا بقسمها الجزئين بعرفك عليهم خلال العام الدراسي وهي تشمل الياف صناعية محولة او موجودة في الطبيعة وانا امتي بتحولها والياف صناعية مركبة الألياف الصناعية المحولة يعني موجود عنصر الأساسي لتكونا إحنا في بداية ما قلنا مادة الخامات إيه أهميتها بالنسبة للتخصص اللي أنا دخلت فيه اللي هو تخصص التريكو أهميتها نية بتعرفني على كل خامة بتتكون من إيه يعني لما كنت بتكلم عن الخامات الطبيعية كنت بقول الخامة الطبيعية اللي موجودة المادة الأساسية في تكونا هي مادة السيلولوس يبقى أنا لما أجي ألاقي مادة السيلولوس دي موجودة في بعض لب الأخشاب اللي موجودة في الطبيعة ولكنها ليست على هيئة ألياف طبما أنا كده وجدت العنصر الأساسي اللي بيشبه الألياف الطبيعية فأنا بأخذه أضيف عليه بعض المواد الكيميائية وأقوم بتحويله من صورته اللي موجودة في الطبيعة إلى صورة ألياف وبعد كده بسميها ألياف الراين زي راين الفوسكوز وراين الأسيتات ولذلك احنا بنسمي راين الفوسكوز هو شبيه الأطن لأنه بيحمل نفس المادة الأساسية المكونة للأطن اللي هي مادة السيلولوس وطبعا بيعتبر من الألياف اللي بتقوم بالامتصاص العالي يبقى أنا عندي نوعين من الألياف الصناعية ألياف تحويلية ألياف تركيبية هنتكلم الأول عن الألياف والشعيرات اللي بيتم صنعها من قبل الإنسان وهي بتكون من مواد مش موجودة على شكل شعيرات داخل الطبيعة ولكن احنا بنقوم بتحويلها وبنحورها علشان بعد كده نوجدها بدل ما هي موجودة في الطبيعة بشكل غير مستفد فيه لا أنا بقوم بخدها وباخد مادة السيلولوس دي واضيف عليها بعض المواد الكيميائية أو المواد الأساسية علشان أعمل لها عملية خلط وبالتالي المواد دي بتتحول بعد كده إلى سائل أو عجائن العجائن دي أنا بخدها وحولها بعد كده إلى شعيرات وسمى شعيرات الرايون أو الحرير الصناعي شوف قد إيه من جمال ما الشعيرة مكتسبة صفات جيدة زي اللمعان وزي الامتصاص سمتها الحرير الصناعي مش كده وبس ده أنا عندي كمان من مشتقات اللبن ومن مشتقات الصوية وعندي كمان ألياف من المعدن زي ألياف الزجاج اللي هي بتشبه الألياف بتاعت الزجاج تماما ودي برضو بستخدمها في الألياف بتاعتي يبقى دي اسمها الألياف المحورة وهي الألياف اللي بتبقى موجودة على هيئة في الطبيعة غير الهيئة المعروفة للألياف ولكن العنصر الأساسي لها موجود السليلوز مثلا ودي بيشبهنا بالألياف الطبيعية وفيه كمان البروتين ودي بيشبهنا بالألياف الحيوانية وأنا كل اللي بعمله إن أنا باخده وأحوله من صورة اللي موجودة في الطبيعة إلى صورة ألياف عن طريق إن أنا بضيف عليه المواد الكيميائية أحوله إلى عجائن العجائن دي باخدها بعد كده عن طريق مرار طيار من الهواء الساخن بتتحول لي إلى شعيرات باخد بعد كده الشعيرات دي وأحولها إلى خيوط والخيوط وبالتالي بتتحول إلى نسيق يبقى أنا كده استفدت كمان إن أنا عرفت الألياف الصناعية المحورة أمان لو جيت أتكلم عن الألياف الصناعية بس التركبية دي مش موجودة أصلا بقى في الطبيعة دي من الأساس تكوينها هو الإنسان صناعيا يعني تم تكوينها داخل المعمل بتاعي ودي بتبقى إما من منتجات البترول أو من مشتقاته وبيتم إضافة المواد الكيميائية أو المواد الموجودة من مشتقات البترول على بعضها تطلع لي مجموعة من الألياف زي البولي أمايد البولي أكريليك البولي إستر وطبعا البولي أمايد مشهور جدا اللي هو خامت النيلون وهنشوف برضو عندنا عندنا هو هنشوف فيديو برضو يبين لنا شكل الألياف الصناعية التركبية اللي هي عن طريق مواد بترو كيميائية بضيفها على بعضها المركبات تتكون من زيت وغط طبيعي والمية والهواء هتتشكل على هيئة عجائن زي ما احنا شايفين العجائن دي بعد كده بحولها إلى شعيرات وبتسمى بعد كده بأسماء متعددة لأن بدمت حولت إلى شعيرات فبالتالي اللي بيحصل أن أنا أقدر بعد كده حولها لأميشة زي البولي أمايد زي البولي إستر وكمان عندي خامة تانية اسمها البولي أكريليك ودي خامات بتستخدم برضو بس بتسمى خامات تركيبية وبيتكون منها طبعا ممكن أعمل منها الباكر اللي هي الخوط اللي بتستخدم في التطريز خاصة الألياف اللي هي تشبيه ألياف الزجاج نيجي بعد كده دي كانت مادة الخامات هاجي أتكلم بعد كده عن مادة المعدات مادة المعدات هنا بقى دخلنا في دراسة المعدات والألات والمادة دي مش موجودة عندنا في تخصص تريكو بس دي موجودة في جميع التخصصات الصناعية لأن هي تعتبر من أهم المواد الموجودة داخل التخصص أنت بتتعرف على المعدات اللي هتقوم باستخدامها أثناء العام الدراسي في أولى وفي تانية وفي تالتة فالمعدات هي تشمل الآلات والمعدات المستخدمة عندك عندنا في منهج الصف الأول لما بنيجي نستخدم المعدات والآلات إحنا بنستخدم أول حاجة الآلات في الترمي الأول الآلات والمعدات الموجودة في مصانع الملابس أو ورشة الملابس الجهزة لأن إحنا عندنا المنهج ده في سنة أولى بيبقى شامل ملابس جهزة وتريكو يعني هنلاقيه منهج واحد ولذلك إحنا بنبدأ بدراسة المعدات والآلات المستخدمة في ورشة الملابس أو في صنعة الملابس وفي الترمي التاني بناخد الآلات والمعدات المستخدمة في ورشة تريكو فإحنا أول ما بنبدأ أنت دلوقتي داخل تتعلم الأدوات والمعدات المستخدمة داخل ورشة الملابس الجهزة يبقى أول حاجة لازم تعرف هي الأدوات الموجودة داخل ورشة الملابس الجهزة بالطبيعي كده أنا لو سألت وقلت إيه هي الأدوات اللي بتستخدم داخل الورشة أي حد فينا هيقول عندنا مثلا المنكان وطبعا في منه أنواع هنتعرف عليها لما نيجي نشرح إن شاء الله المناهج يبقى أنا هلاقي جوه الورشة فيه منكان هلاقي جوه الورشة فيه منضد التفصيل هلاقي جوه الورشة فيه بطرونات محفوزة داخل دولاب يسمى دولاب حفظ النمازج عندي كمان مرآة سلسية والمرآة دي بتشبه المرآة الموجودة في المحلات بتاعة الملابس اللي هي داخل البروفا لما بنخش نقيس أي قطعة إحنا اشتريناها فبنحب نشوفها من كل الجوانب يبقى أنا لما بخش داخل ورشة الملابس عشان أدرس مادة المعدات هلاقي أول المواد اللي بتستخدم في ورشة الملابس هي المنكان بجميع أنواعه هنلاقي منضد التفصيل هنلاقي عندي دولاب حفظ النمازج وده بيتحط فيه نمازج البطرون والبطرون ده اللي هو بيستخدمه الترزي لما بيعمله على الأول الورق ويتأكد إن جميع مأساته مظبوطة بيقوم بوضع على القماش علشان ما يطلعش فيه بنتجنب 90% من العيوب اللي ممكن تطلع فيه الموديل اللي تم اختياره عندي كمان جوه ورشة الملابس هلاقي ايه كمان هلاقي المرئة السلسية ودي لرؤية القطعة الملبسية اللي بيتم قياسها زي بالضبط البروفا اللي موجودة داخل المحلات هنبص عندي بعد كده أدوات التفصيل أول حاجة عندي أدوات القياس لو أنا عايزة أعمل بطرون لازم أعرف عندي هي أدوات القياس كمان اللي أنا لازم أكون عارفاها غريبة انتو مش ملاحظين إن احنا جوه التخصص ده بنتعلم كمان شغل التفصيل يعني التخصص ده مش شامل بس تخصص الركوب فقط لا غير ده شامل ده الكلام اللي أنا قلته في الأول أنا بعتبر التخصص ده تخصص شامل لإن أنا بتعلم فيه مهارات كتيرة جدا وهي مين هم مهارة تانية هي وهي مش بس إن أنا أعرف أميز بين الخمات وبعضها لأن ده أنا كمان عارف مهارة التفصيل إيه هي لو أنا لسه مبتدئ في التعليم إن أنا إزاي أفصل ده المتخصص ده غريب جدا موجود فيه كمان إزاي إن أنا أستخدم الأدوات الموجودة وإيه الأدوات اللي مفروض تبقى موجودة عندي عشان أقدر أتعلم التفصيل تمام؟ يبقى أنا أول حاجة عندي لما حب أجي أقيس على البطرون مفروض يبقى معايا إيه؟ قال لي أول حاجة عندك شريط القياس وشريط القياس ده عبارة عن شريط متر من المادة لينة بيبقى موجود من السفر إلى المية وخمسين سنتي وبيستحسن فيه استخدامه اللي هو بيبقى بقطعة معدنية في الأول وقطعة معدنية عشان أقدر أحافظ عليه أثناء استخدامه عندي كمان المصطرة الشفافة ودي مهمة جدا عشان لما يجي أقيس على البطرون بتبقى مبيلالي النحية التانية من القطعة اللي أنا بقيس عليها والمصطرة الخشبية كلنا عارفنا اللي هي المصطرة الحرف T مقياس الخياطة وده مقياس بقيس الخياطة ومصطرة شكل حرف T والمصطرة الصغيرة اللي هي الخمستاشر ده عندي أول حريط القياس بتاعي زي ما احنا شايفين وده بيعتبر أجود نوع لأن مسته إنه هو فيه قطعة معدنية في الأول وفيه قطعة معدنية في الآخر زي ما احنا شايفين أول القطعة المعدنية ده رقم واحد والشريط ده بيبقى طوله 150 متر عندي هنا جميع أنواع المصطرة اللي بستخدمها في الخياطة وطبعا دي مصطرة منحنيات لو أنا عايزة أعمل دوران حرد باط دوران رقبة فده بيفدني جدا نيجي بعد كده بعد أدوات القياس عندي أدوات القص ودي بتشمل طبعا أول ما أقول أدوات قص كلنا تلقائي هنقول مقصات عندي جوه الورشة فيه مقص مسنن فيه مقص الخيوط وفيه عندي المقصات الكبيرة اللي بستخدمها في قص الأمشة ذات الطبقات المتعددة ودول بسميهم مقصات يدوية لما هنطلع تانية من المهارات اللي هكتسبها داخل هذا التخصص إنها هتعرف على المقصات القهربائية يبقى أنا في أولى تعرفت على أدوات القص اليدوية وفي سنة تانية هيمتدي معي المنج عشان أتعرف على المقصات القهربائية قدي إيه المهارة؟ قدي إيه إن أنا طول ما أنا موجود في التخصص عمالة تعلم حاجات عمالة اكتسب مهارات تنفعني بعد كده مش بس في التعليم وكمان في بيتي وكمان في مصنعي لو جيت اشتغلت تمام؟ تمام أجي بعد كده بقى هو أنت قست وقصت ثم تاخد العلامات العلامات اللي هي إيه؟ إحنا اتفقنا إن أنا جوه التخصص ده هتعلم كمان إزاي أعمل رسم بطرون يعني إزاي أفصل طب أنا لما أجي أعمل رسم بطرون طبعا رسم بطرون إن أنا بشغل على الورق الأول وأخد كل دوراناتي وبنقفز الموديل اللي مطلوب مني وبعد كده باخد الورق ده وروح أعمل في إيه؟ أحطه على القماش اللي هو جيني علشان أنفز عليه الموديل اللي تم اختياره طب أنا محتاج وأنا أحطه على القماش كده إن أنا أثبته يبقى أنا محتاج الدبابيس كمان لازم الدبابيس في منها أنوا يعفل هي ليها راس ويا سلام لو كانت الراس دي ملونة عشان أقدر إن أنا أشوفها بسهولة ومحتاج سفنجة عشان أحط فيها الدبابيس دي عشان ما تبقاش موجودة في كل مكان فممكن تصبب إصابة كمان أنا محتاج مرقة أو أقلام علشان تعملي العلامات بتاعة البطرون اللي أنا واخداها عليه علشان أبتدي أقص عندي دلوقتي إيه ورق الكربون عندي التبشير عندي ألوان كمان بتستخدم بدل التبشير وطبعا الرول دي العجلة اللي بمشي بيها على الخطوط اللي أنا قمت بتحددها كمان من المهارات اللي هستفاد منها هي أدوات الكي والأدوات المساعدة للكي وطبعا عندي منضط الكي عندي المكوى البخار عندي المكوى البخار الرأسية وعندي كمان المكوى العادية بعد كده دي عندي مكوى الخياطة العادية زي ما احنا شايفين المكوى زي ما احنا شايفين أهيه طبعا دي كل أجزاء هندرسها بعد كده بس ده شكلها دي مكوى الخياطة المسطحة العادية جدا لأن احنا عندنا بعد كده هنستخدم وهنتعلم المكوى الخياطة الحديث اللي هو بيقوم في نفس الوقت بالإيه بالتطريس كمان وتركيب العراوي وتركيب السوسط يعني ما شاء الله فيه تحديث وفيه تطوير لجميع المكينات عندي المادة التالتة ودي المادة اللي هناخدها النهاردة ان شاء الله من دي من المواد هي مادة الرسم الفني وأول حاجة باخدها هي العناصر الأساسية عشان أقدر منها بس توقف دي مبالكم احنا كل ما ده فيه مهارة جديدة بتظهر خمات معدات رسم فني بطرون ايه المهارات الجميلة دي وقلنا حاسب آلي وقلنا كمان ان انا اعرف في التركيب النسجية للقماش دي ايه المهارات الجميلة دي؟ ده انت كمان جوه الرسم الفني في التخصص التريكو انت بتقدر تتعلم من النقطة ومن الخط اللي هي العناصر الأساسية لأي تصميم تتحول النقطة وتحول الخط إلى أشكال زغرفية جميلة إلى أشكال هندسية جميلة لأنك بتبتدي تتعرف عليها ومش كده وبس تبتدي تنشي انت بنفسك بعد التصميمات وبعد الزخارف مش كده وبس انت بتدخل بعد كده كمان يعني مثلا احنا عم بص كده يعني هو كده بص من الخط ومن النقطة ابتدى يعمل أشكال زغرفية شايفين قد ايه من الخط ومن النقطة هو ما عملش حاجة وعمال يعمل أشكال زغرفية منهم شايفين قد ايه الجمال وهم عبارة عن ايه؟ عناصر بسيطة تمام كده وطبعا بعدها زي ما انتوا شايفين بنستخدم الألوان الأساسية ايه الجمال ده؟ يبقى انا كده استثبت مهارات جميلة جدا وكتيرة جدا مهارة في تمييز الخمات مهارة في معرفة المعدات والآلات الآلية مهارة كمان في الرسم والألوان ومهارة كمان في رسم البطرون والأدوات اللي بتستخدم في التفصيل يبقى احنا كده النهاردة ادينا فكرة موجزة عن تخصص التريكو ودينا فكرة عن قد ايه التعليم الفني هو مجال جميل جدا واي حد يلطحك بيه يحس ان هو ان شاء الله يحقق هدفه على أكمل وجه ودي كانت نهاية حلقتنا وإلى اللقاء